يقول إذا اختلفت المطالع في تحديد شهر الله المحرم يعني هل هو الإربعاء والخميس يقول ما العمل أمام هذا أبو براهيم بارك الله فيك يعني بالنسبة لأولا صيام عاشورة سنة مستحبة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان صيام عاشورة في أول الإسلام قبل أن يفرض شهر رمضان سنة عفوا كان واجبا كان صيام يوم عاشورة في مكة واجبا فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرض عليه صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وفنسخ الوجوب في صيام عاشورة إلى السنية وانتقل الوجوب إلى صيام شهر رمضان فبقي صيام عاشورة سنة صيام عاشورة سنة مستحبة الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياتي كان يصوم يوم واحد وهو يوم العاشر من محرم اليوم العاشر من محرم ثم قال في السنة الأخيرة لَإِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ يعني إلى السنة القادمة إذا الله أحياني وأبقاني لأصومن التاسع وفي لفظا التاسع عام فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصحابة نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لَإِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لَأَصُومن التاسع يعني مع العاشر الآن عندنا مثلا يعني المسألة التي ذكرتها قضيت والله الآن اختلف الناس يوم الأربع واليوم الخميس يا أخي صوموا الأربع والخميس صوموا الأربع والخميس فيحصل الإنسان صيام عاشرة جزما بإذن الله تعالى ويكون قد صام يوم قبله أو يوم بعده لأن العلماء يقول يجوز أن يصوم يوم بعده يجوز أن يصوم يوم بعده كما أنه يجوز أن يصوم يوم قبله بارك الله فيك